بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم للصف السادس الأساسي المادة اللغة العربية الوحدة بعنوان فلسطين عربية الدرس حما فلسطين إعداد كل من المعلمات أنوار عبدالجواد وأسماء محمد وجمانة طاها درسنا أعزاء الطلبة هو عبارة عن قصيدة للشاعر عبد الرحيم محمود يصف فيها كيف سيحمي وطنه فلسطين وكيف سيدافع عنها وأنه يطلب الشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه ووطنه نتعرف أكثر على هذه القصيدة عند قراءتها سويا هيا بنا افتح كتابك على درسنا حما فلسطين صفحة 77 ولنبدأ قراءة الأبيات حما فلسطين سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى ونفس الشريف لها غايتاني ورود المنايا ونيل المنى وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا فكيف استباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوم الأذى بقلبي سأرمي وجوه العدات فقلبي حديد وناري لضى وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى هذه الأبيات دعونا بداية نتعرف على الشاعر أكثر من هو عبد الرحيم محمود هو شاعر فلسطيني ثوري ولد في بلدة عنبتا التابعة لقضاء طول كرم عام الف وتسعمائة وثلاثة عشر استشهد في العام الف وتسعمائة وثمانية واربعين لقب بالشهيد قبل أن ينال الشهادة السبب أنه كتب قصيدة سماها الشهيد ولد في كنف أسرة ملتزمة دينيا ووطنيا ودرس عبد الرحيم في مدرسة عنبتا الابتدائية ثم انتقل إلى مدرسة طول كرم الابتدائية ثم مدرسة النجاح في نابلس وحاليا هي تسمى جامعة النجاح هذا عن الشاعر عبد الرحيم محمود نبدأ الآن بتفسير أبيات القصيدة ونقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردة هنا يصرح الشاعر ويعلن بأنه سيحمل روحه ويقدمها للشهادة في سبيل الله أما عن الصورة الفنية الواردة في هذه الأبيات أو في هذا البيت تحديدا شبه الشاعر بروحه روحه بشيء يحمل في قبضة اليد يضعه في راحة يده ويلقيها في مهاوي الردة مهاوي الردة بمعنى الموت فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى يرى أنه ليس في العيش خير إلا أن تسر صديقك بأفعالك أو أن تموت بشجاعة تغيظ الأعداء ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنا إن الإنسان الشريف يتمنى في حياته أن يعيش ويحقق مراده أو أن يموت دون ذلك أي أن يموت وهو يحقق غايته الصورة الفنية الواردة في هذه الأبيات أو في هذا البيت صور المنايا بالطرق التي تسلك والمنايا هنا بمعنى الموت جمع منية بالطرق التي تسلك وصور الشهادة بالجائزة التي يطمح الإنسان للحصول عليها تابع معي عزيز الطالب تفسير بقية الأبيات ونأتي إلى البيت الرابع وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجنابي حرام الحمى يتساءل الشاعر ما قيمة العيش إن لم يكن للإنسان ما يخاف عليه وما يحميه ويقاتل لأجله أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى يرى الشاعر بأن قتله أهون عليه من أن يسلب منه حقه أو تضيع بلده والصورة الفنية الواردة في هذا البيت صور الشاعر موته ومصرعه برجل يقف أمامه ويراه لعمرك هذا ممات الرجالي ومن رام موتا شريفا فذا يقول ويقسم الشاعر طبعا لعمرك أسلوب قسم يقسم الشاعر أن موت الإنسان على هذه الصورة هو الموت الشريف هو موت الرجال الحق ومن يطلب الموت الشريف فالموت في الدفاع عن الوطن هو الموت الشريف فكيف استباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوم الأذى يتساءل الشاعر كيف أستطيع أن أستبر وأصبر نفسي على كيد الحاقدين وكيف أتحمل أصناف الأذى والإهانة ولا أفعل شيء طبعا لا يستطيع أي إنسان أن يتحمل ذلك بقلبي سأرمي وجوه العدات فقلبي حديد وناري لغة سيرمي الشاعر أعداءه بقلبه لأن قلبه من حديد وهو نار حارقة وهنا كناية عن شدة بأسه والكناية هنا المعنى المراد من الكلام المعنى المراد أو المعنى الخفي المراد من الكلام الصورة الفنية صور قلبه بقطعة من نار محترقة يرميها في وجه عدوه ويقاومه بها وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى يقول الشاعر بأنه سيحمي هو وكل حر عربي دياره بحد السيف الحسام بمعنى السيف والحياض بمعنى الديار فيعلم قومه بأنه هو الفتى الذي يستحق أن يفتخر به هذه كانت أبياتنا أو أبيات قصيدة الشاعر عبد الرحيم محمود وتفسيرها نأتي الآن إلى معاني الأبيات أو المعاني الواردة في الأبيات طبعاً عنا تسع أبيات والأبيات طويلة نوعاً ما فهو معانيها كثيرة نقول راحتي باطن الكف ألقي أرمي مهاوي الردى ساحات الموت تسر تسعد يغيظ يقهر العداء الأعداء غايتان هدفان ورود المنى أو المناية الإقبال على الموت نيل المنى بمعنى الحصول على المنى بمعنى ما يتمناه الإنسان وهو النصر مخوف مهاب ويهابه الأعداء تابع معي عزيز الطالب معاني درس حما فلسطين الجناب الناحية ويقصد بها الشاعر أو يقصد بها الشاعر الهيبة حرام حامي ومدافع الحما الوطن دون حقي من أجل وطني مصرعي مقتلي السليب المسلوب والمأخوذ غصبا المبتغى المراد والمطلوب لعمرك سلوب قسم ورامة طلبة تابع معي أيضا فذا بمعنى هذا هو استباري تحملي للصبر كيد خطط الحقود العدو سوم الأذى مشقة الأذى والظلم قلبي حديد إرادتي قوية كالحديد حياضي مفردها حوض والمقصود بها فلسطين الحسام السيف والفتى الشجاع المقدام الأفكار الواردة في هذا الدرس هي بداية الفكرة الأولى الموت في عزة خير من حياة ذليلة رقم اثنان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن شرف عظيم ورقم ثلاثة ورود ساحات الموت أفضل من التصبر على كيد الحقود وإيذائه نبدأ الآن بالمعجم والدلالة افتح كتابك عزيز الطالب صفحة ثمانية وسبعون فرق في المعنى بين كل كلمتين متقابلتين تحتهما خط في ما يأتي سأحمل روحي على راحتي الجملة الأولى وأجد راحتي في مساعدة الآخرين راحة الأولى تعني سنتم كما وردت معنا في الأبيض باطن اليد راحتي الثانية هنا سعادتي وارتياحي ممتاز ننتقل إلى النقطة أو الفرعبا بقلبي سأرمي وجوه العداء العداتي الجملة الثانية حل وجوه القومي النزاع ما معنى وجوه الأولى وجوه الثانية وجوه الأولى بمعنى مقدمة الرأس الوجه يعني مقدمة الرأس وجوه الثانية تعني سادة القوم أو كبارها أو وجهاؤها أو وجهاؤها السؤال الثالث حدد الكلمات المتقابلة أو المتضادة في البيت الثاني هل تذكر البيت الثاني؟ هم؟ فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العداء هم؟ حسنتم حياة وممات تسر تغيظ الصديق العداء رائعين ننتقل الآن إلى السؤال الرابع هات مفرد كل من الكلمتين الآتيتين المناية والمنا هيا بنا المناية مفردها المنية وتعني الموت أما المنا مفردها المنية وتعني الأمنية أو الهدف المراد تحقيقه استخرج من المعجم معنى كل من الكلمات الآتية مصرعي بمعنى مقتلي السليب المسلوب أو المأخوذ غصبا الحقود العدو لضا اسم من أسماء النار الحسام السيف هكذا انتهى المعجم والدلالة ننتقل الآن إلى الفهم والاستيعاب هيا بنا والسؤال الأول في ضوء البيت الثاني كيف تكون الحياة سارة للصديق هل تذكر إما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدة تكون الحياة سارة للصديق إذا عاشها في كرامة وانتصر على الأعداء ما الغايتان التي تصب إليهما نفس الشريف ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى المنايا ونيل المنى ماذا قصد الشاعر بقوله حق السليب في البيت الخامس هم؟ حسنتم فلسطين السؤال الرابع ما الطريق إلى تحرير فلسطين وحمايتها في نظر الشاعر الطريق لتحرير فلسطين الجهاد في سبيل الله تابع معي الفهم والاستيعاب يتحدث الشاعر في البيت الرابع عن العيش الكريم فما العيش الكريم الذي يتحدث عنه هو أن يعيش له هيبة وحامي للوطن بما وصف الشاعر المحتل الصهيوني في البيت السابع هل تذكر؟ وصفه بالحاقد والمسبب للأذى والمشقة أي بيت شعري يتضمن المعنى الآتي سأدافع عن وطني حتى أحقق إحدى الحسنيين أي النصر أو الشهادة ممتاز ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنا أحسنتم ننتقل الآن إلى الاستخراج وسؤال الاستخراج هي بنى عزيز الطالب استخرج من درس حما فلسطين ما يلي حرف عطف ومعطوف وناري وناري ممتاز في تحديدا الواو حرف عطف وناري معطوف هل تستطيع أن تحدد معي المعطوف عليه في البيت الثامن؟ قلبي ممتاز أحسنتم ضمير منفصل للغائب المفرد المذكر هو أحسنتم ودون بلادي هو المبتغى في البيت الخامس في البيت الخامس فعل مضارع مرفوع في البيت الأول سأحمله تمام فعل مضارع ناقص يعني من أخوات كان لكن ليس فعل ماضي فعل مضارع أكون أحسنتم مضاف ومضاف إليه مهاوي الردى في البيت الأول رائعين مفعول به سأحمله روحي روحي هي المفعول به في البيت الأول أيضا شبه جملة في مهاوي في مهاوي أحسنتم في مهاوي الردى في البيت الأول أيضا اسم إشارة هذا أحسنتم هذا اسم إشارة ممتاز تابع معي عزيز الطالب اسم استفهام كيف في البيت السابع في البيت السابع أسلوب قسم لعمرك ممتاز جمع تكسير المناية اسم مثنى غايتان إلى هنا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم إلى أن أراكم في حصة جديدة تمتم بخير وعافية والسلام عليكم ورحمة الله